أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة سرعة الانتهاء من جميع أعمال تطوير الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ والمنطقة المحيطة قبل 30 من يونيو الجاري وأشار مدبولي خلال جولة تفقدية له إلى أن الجولة تأتي في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق وأعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك من أجل إظهار المدينة في أبهى صورة لها لإقراج هذا الحدث العالمي على نحو نياكس مكانة مصر وحضرتها العريقة